اشتركوا في القناة صحة وسعادة نقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعةكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء حقيقة نقدم لكم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية المحلية والعالمية والتي تشغل بال الجميع أيضا الباب مفتوح لكم أعزائي المستمعين سواء كانت عندكم أي تقتراحات أي ملاحظات على الخدمات التي تقدمها الهيئة على الخدمات التي تتواجد في القطاع الصحي في إمارة دبي والتي يمكن لهيئة الصحة بدبي أن تساهم في حل مثل هذه الملاحظات فالباب مفتوح جدامكم التواصل معنا عبر الاتصال على الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل نصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة ستة صح عيسى أربعة صفر صفر ستة عموما مستمعين هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الإخراج معنا الأستاذ عيسى سبيل وكما عودناكم دائما نأخذكم في جولة سريع على أهم ما ورد من أخبار في الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية أول محطة لنا طيران الإمارات ناقلة السياحة العلاجية وقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ومعاني حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهاية في صحب دبي وقع مذكرة تفاهم لتعزيز شراكة طيران الإمارات وصحة دبي وتوحيد جهود الطرفين فيما يخص الترويج للسياحة العلاجية في دبي وتحقيق أهداف دبي الرامية إلى استقطاب خمسمائة ألف سائح علاجي عام 2020 جاء ذلك على هامش مع سوق السفر العربي حيث اتفق الطرفان على استثمار المكان العالمية لطيران الإمارات وانتشار خطوطها وناقلاتها في أنحاء العالم لإنجاح مشروع السياحة العلاجية الذي تفضل بإطلاقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤخرا وأيضا يستهدف الإسلام في تنشيط حركة السياحة وجاع المدينة دبي الوجهة المفضلة للاستشفاء الصحي استنادا لمكانتها المتقدمة على خريطة السياحة الدورية وما تتميز به من فرص الاستثمار الواعدة عالميا وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد لالتزام طيران الإمارات بدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي في مختلف المجالات وقال سموه يسعدنا أن نتعاون مع هيئة الصحة بدبي لدعم المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لجعل مدينة دبي الوجهة المفضلة للاستشفاء الصحي وأضاف سموه لعب طيران الإمارات منذ تأسيسها ولا تزال دورا مهما في دعم جميع المبادرات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسياحة والرياضة ونحن على ثقة أننا سنتمكن عبر تعاوننا مع هيئة الصحة بدبي من تحقيق أهداف مبادرة سمو ولي العهد وجعل دبي وجهة عالمية للاستشفاء وذلك بفضل شبكة خطوطنا الواسعة التي تغطي قارات العالم الست من جهته قال أحمد محمد القطامي أن طيران الإمارات تعد الشريك الستراتيجي لصحة دبي وأحد أهم الدعمين لتوجهات الهيئة وأهدافها الرامية إلى تنشيط حركة السياحة وجعل دبي الوجهة العالمية الأولى للسياحة العلاجية مؤكدا معاليه أن توثيق علاقة الهيئة بواحدة من أهم ناقلات الجوية في العالم يمثل فرصة مهمة لاستقطاب أكثر من خمسمائة ألف سائح علاجي بحلول عشرين عشرين ولسيما مع المكانة العالمية التي حققتها طيران الإمارات وريادتها وتفوقها دوليا طبعا المستمعين نحن تحدثنا بشكل كبير عن السياحة العلاجية وصلتنا الضوء على أهمية هذا المشروع الوطني حقيقة والذي تنتقل فيه الخدمات الصحية نقلة نوعية من خلال دعم القطاع الخاص في تقديم الخدمات المهمة بالشكل اللازم والذي يستحقه حقيقة العميل في إمارة جبي طيب من السياحة العلاجية ننتقل إلى خبر ثاني يقول الليزر يتحكم في نبض القلب وضع العلماء الروس تكنولوجيا من شأنها التحكم في عمل خلايا القلب بواسطة جهاز ليزر عامل بالأشعة تحت البنفسجية وسيساعد ذلك مستقبلا على اختراع أجهزة من شأنها تحفيز القلب على في حالة إصابته بمرض اضطراب القلب وقال أحد أصحاب الدراسة في هذا الموضوع اللي هو قسطنطين أقلادزة أقلادزة يمكن شيء يسمي بالروسي عموما يقول قسطنطين أن النتائج التي حصلنا عليها تعتبر مفيدة للبحوث السريرية الخاصة بدراسة أليات عمل القلب وسيكون باستطاعتنا في المستقبل إخماد الاضطرابات القلبية بمجرد الضغط على زر واحد ويعمل فريق العمل برئاسة أقلادزة الآن على إعداد تكنولوجيات تسمح بإنماء نسيج قلبي إصطناعي والتحكم في عمله واكتشف العلماء الروس وزملائهم اليابانيون أن نبض القلب يمكن التحكم فيه بواسطة مادة خاصة تسمى بأزوتاب واتضح أن تلك المادة قد تكون على شكلين أحدهما لا يؤثر على عمل عضلات أنسجة القلب أما الثاني فيحول دون تقلصها وتمددها طيب عيسى عندنا اليوم فقرة توعوية طيب قبل الفقرة التوعوية خلنا نعطيهم بس معلومتنا الغذائية اليوم اللي ما نختارها عن السمسم السمسم يقول أنه حسب الدراسات من فوائده أنه هو صديق القلب حيث قال مركز الاستعامات المستهلك الألماني أن السمسم يحتوي على نسبة عالية من الدهون تبلغ خمسين إلى ستين في المئة والتي تتألف بصفة خاصة من الأحماض الدهنية غير مشبعة والتي تتمتع بفائدة كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية وضاف المركز أن السمسم يعد أيضا منجما للمعادن حيث أنه غني بالزنك الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة والنحاس المهم لبناء الدم فضلا عن الحديد والذي يمكن للجسم امتصاصه بشكل جيد طيب نحن ما نوقف مع هذه الفقرة التوعوية وبعدها ما نطلع مستمعين على فاصل تجاري لكن بعد الفاصل ما نستقبل أحد الأطباء المميزين في جراحة العيون وتصحيح عيوب الإبصار دكتور هاني سكلة استشاري جراحة العيون وتصحيح عيوب الإبصار في مستشفى دبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا يمكن شي طبيعي أن السيدات دوم يتدمروا من أوزانهم أو في بنات بيشوفوا سوبر مادل وبقولوا أنا أبا أكون نحيفة مثلها صح يا سلامة؟ ولكن الخطير لما التمنى يتحول لهوس لأ بل مرض هو مرض فقدار الشهية العصبية أو الأنوروكسيا الأنوروكسيا أتراب في الغذاء بيحرم فيه المصابين أنفسهم من الطعام وبيأثر بشكل عام على البنات بين 12 و 25 سنة الباحثين يقدرون أنه من 1 ل 4% من النساء تعرضوا الأنوروكسيا في مرحلة من مراحل حياتهم خسارة الوزن بتكون وايد كبيرة تصار البنت وايد نعيفة ورغم ذلك تشوف نفسها متينة لا تطمنا ينتي وانت نحافة الأنوروكسيا مو من المعايير الجمال لأن المصابات من الأنوروكسيا تساقط شعرهم يتكسر أضافرهم جلدهم يجف مناعتهم تضعف تركيزهم بخف ودوم بحسوا بالبرد وطبعا بصابوا بالاكتئاب والإرهاق مع الأدوية والمقويات العلاج التغذوي النفسي الضروري لحل المشكلة ومكافحة الاكتئاب دعم ورعاية الأسرة وتفهمها مهمين جدا لمكافحة الأنوروكسيا وعساكم دوم صحة وسعادة صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل نحن كنا قلناكم أننا من الصديف واحد من الأطباء المميزين عندنا في هيئة الصحة بدبي دكتور هاني سكلة استشاري جراحة العيون وتصحيح عيوب الإبصار في مستشفى دبي حيث أدخل مستشفى دبي حقيقة جراحة جديدة لإعادة البصر من خلال زراعة القرانية الجزئية في العيون وهو إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الإنجازات المتعددة التي حققتها هيئة الصحة بدبي في مختلف التخصصات بشكل عام وأيضا مستشفى دبي حقيقة بشكل خاص للحديث عن هذا الإنجاز الجديد وأهميته وكذلك ما نفتح الحوار والباب لأسئلتكم المختلفة سواء عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 أو عن طريق الاتصال على الرقم 600551414 من خلال تواجد ضيفنا في الستوديو الدكتور هاني سكلة مرحبا دكتور مرحبا حياتك وأشكر راديو نور دبي على استضافتي بالعكس نورتنا اليوم دكتور نحن تحدثنا في المقدمة عن هذا الإنجاز الكبير اللي تحقق وهو زراعة القرانية الجزئية في العيون يا ترى في البداية ليه دكتور تعطينا فكرة عامة عن هذا الإنجاز الجديد ومتى تم إدخال هذه الخدمة في مستشفى دبي طبعا احنا عارفين الطب وجرحة العيون من التخصصات اللي دايما بتشهد نقلات نوعية وتفارات في علاج أمراض العيون وتطور في سلامة التقنيات المتاحة وفي سرعة شفاء المرضى بعد العمليات والهدف هو أن العملية تكون سريعة وآمنة ومريحة للمريض ما يحتاجش فترة طويلة أوي بعد الجراحة علشان يستعيد بصره دايما مستشفى دبي وقسم العيون في مستشفى دبي كان صباق في دولة الإمارات في أنه يجيب كل حديث وجديد في تخصص طب وجرحة العيون في جميع التخصصات داخل طب وجرحة العيون إن كان جراحات مياه بيضاء أو قرانية أو تصحيح يوب إبصار وليزك أو شبكية أو عيون أطفال أو جراحات تجميلية للعيون فبالنسبة لنا نحن النهاردة بالنسبة للموضوع اللي حياتك ذكرته وهو زراعة القرانية الجزئية ده يمثل نقلة كبيرة جدا في جراحات زراعات القرانية كلنا عارفين زراعات القرانية زراعة أعضاء بشرية بتأخذ قرانية من شخص متوفي بتحفظ في بنك للعيون إحنا بالنسبة لنا في مستشفى دبي بنك العيون الذي نتعامل معه في الولايات المتحدة والقرانية في السابق في جميع أمراض القرانية وحذكرهم بعد حين أسنى الحبار أنا برجع حتى بعد ما أخلص عن هذا الإنجاز دكتور بأخذ تفاصيل شو هي القرانية وكيف يمكن تؤثر حالة القرانية على الرؤية فمناخذ المستمع في هذا التفصيل بشكل كبير لكن نركز على الإنجاز هذا بشكل عام وما نمشي على طول بعدين إحنا أدخلنا هذه التقنية المتقدمة في زراعات القرانية منذ فترة لكن كنا دائما في مرحلة تطوير لها وإحلال أدوات بأدوات أكثر دقة لحد لما كونا فريق أصبح عنده من الخبرة والكفاءة اللي تمكنه أنه يتعامل مع أي حالة من الحالات ديت بنجاح كبير جدا يضاهي نسب النجاح على مستوى العالم فبالتالي تم الإعلان عن هذه التقنية بعدما أصبح عندنا الثقة الكاملة أن إحنا نستطيع الفريق الموجود حاليا في المستشفى أنه يعرض الحل ده للمرضى اللي بيحتاجوه بثقة عالية وابطمئنان إلى أن القرانية لما هنطلبها هتوصل في الوقت المناسب ومش هيبقى فيه إلغاء للحالات لما بندخلها المستشفى لأي سبب من الأسباب فلما تأكدنا أن كل السيستم أصبح مفاعل وهناك يعني آلية لإدخال المريض وأحضار القرانية والتوفر للأدوات الجراحية والأطباء المؤهلين فأعلننا في الهيئة عن توفر هذه القرانية طيب دكتورة الآن بس خلنا ناخذ على عجالة بعض التعريفات العلمية يا ترى ما هي القرانية عندما نتحدث عن القرانية وكيف يمكن أن تؤثر على حالة القرانية كيف يمكن أن تؤثر على الرؤية القرانية العين بتشتغل كنظام بصري زيها زي الكاميرا فالقرانية هي أول عدسة زي لما نبص للكاميرا ممكن نلاقي أكتر من عدسة جواها فالقرانية هي أول عدسة بيقابلها الضوء في طريقه إلى الدخول إلى داخل العين فهي ضرها أساسي في العين كنظام بصري فالقرانية يجب أن تكون لها قوة محددة زيها زي أي عدسة في المتوسط بنقيس قوات العدسة بوحدة اسمها الديوبتر في المتوسط أغلب الناس في حدود الـ 44 ديوبتر قوة القرانية كعدسة ويجب أن تكون شفافة فالأمراض اللي بتقلل فيه شفافية القرانية زي مثلا قرحة على القرانية لأي سبب إصابة أو نتيجة عدوى بكتيرية مع استعمال عدسات لسقة أو أمراض وراثية أو تراكومة في الطفولة أو شعرة بتحكي في العين فبتجيب سحابة أو عتامة القرانية بتقلل شفافيتها فبالتالي الصورة ما بتبقاش واضحة ويحصل ضعف شديد في البصر هناك أمراض وراثية أيضا بتصيب العين زي القرانية المخروطية بتؤدي إلى تغيير في قوة القرانية بدلا من هالمفروض تكون 44 ديوبتر علشان الضوء يسقط في بقرة على الشبكية بنلاقي القوة دي عمالة بتزيد وممكن توصل لفوق 60 ديوبتر و70 ديوبتر فبالتالي القرانية بتفقد وظيفتها كعدسة مفيدة للنظام العين البصري ومن أشهر الأمراض دي الأستجماتيزم الغير منتظم أو القرانية المخروطية هناك أمراض أخرى أيضا فيها عوامل وراثية وهي حدوث نوع من أنواع الضعف في الطبقة المبطنة للقرانية وده بيؤدي إلى أن القرانية تفقد شفافيتها أيضا وبيزيد سمكها وتتسبب في ألم في العين فزي ما قلنا في السابق كانوا بيحتاجوا أنهم يستبدلوا القرانية بالكامل والحين بنستبدل فقط الطبقة المريضة داخل العين جميل دكتور سؤال قد يتوارد إلى ذهن مستمع العادي أن العدسات اللاصقة كيف يمكن أن تؤثر على سلامة القرانية؟ العدسات اللاصقة هي تأثير سلبي كبير على القرانية لأنها تتغزى على ما تتغزى عليه القرانية فهي تشارك القرانية في غزائها من الأكسوجين اللي هو محتاجة القرانية من الهواء اللي بيدوب في طبقة الدموع وبيغزي قرانية وأيضا من الدموع اللي هي لأن احنا عارفين أن أي عدسة لاصقة لو سبناها بره العين دقائق بتجف لكن في العين لا تجف لأنها بتمتص الدموع اللي على سطح العين فبتؤدي إلى جفاف القرانية نفسها ده بيضعف القرانية وبيضعف جهزها المناعي فبالتالي بتكون عرضة إلى حدوث يعني إصابات بكتيرية بسهولة شديدة مش موجودة في حالات العين السليمة اللي ما بتستعملش عدسات لاصقة وإحنا عارفين أن عند جدور الرموش وعلى جلدنا وعلى وجهنا في ميكروبات وجرسيم بتعيش ما بتسببش أي ضرر للإنسان لكن بتتكاثر لما يكون الظروف مواتية لها من حيث أن مثلا لو المناعة قلت أو هناك صغرة في الجهاز الدفاعي والمناعي للقرانية فبتفوت منها الميكروبات العيشة معانا بدون ما تسبب لنا ضرر بتفوت من هذه الصغرة وتؤدي إلى مشكلة كبيرة والتهاب شديد في القرانية جميل في سؤال ثاني الدكتور يقول أو تقول المستمع دكتور أنا قرانيتي ضعيفة شوي فالأحسن قالوري زراعة عدسة وأنا أرضع هالشي يأثر يعني هو يعني طبعا لو القرانية ضعيفة وما ينفع لهاش تصحيح بالليزر وبالليزك يبقى فعلا في نوع من أنواع العدسات بتتحقن داخل العين وبتصلح المشكلة ديت بشكل كامل وبنجاح كامل وبنسبة مضاعفات قليلة جدا بالنسبة لأنها بتردح حاليا ينصح أنها بعد ما بتخلص الرضاعة لأن المريض بيحتاج أطارات في فترة العملية قبل العملية وبعد العملية لمدة ثلاث أسابيع قد تؤثر على رضاعة الطفل فمن باب الأأمن والاحتياط أنها تعمل العملية بعد ما توقف الرضاعة لأنه كمان فيه احتمال بعد ما توقف الرضاعة يحصل تغيير بسيط فيما أسعينها فيأخذ أيضا في الاعتبار عن دكتور العدسة جميل دكتور أنا برجع تحدث عن الإنجاز الكبير الذي تحقق في مستشفى دبي وأيضا عن ما الذي يمكن أن يحدث إذا قرر المريض عموما زراعة القرانية وأيضا الفرق ما بين زراعة القرانية وزراعة القرانية الجزئية في العيون ومن سلط على مميزات كلتا الحالتين لكن من بعد ما أوقف مع هذا الفاصل القصير ومن بعدها ما تواصل معاك دكتور إذن مستمعينا اللي حاب يتواصل معنا وعنده أي سؤال أو عنده أي استفسار ممكن يبعثلنا على الرقم 4006 أو الاتصال على الرقم 600551414 فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا كرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للآلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعينا قبل الفاصل أن نتحدث حقيقة عن جراحات البصر والخدمات التي تقدم في هذا المجال في مستشفى دبي وأحد الإنجازات التي تحققت من خلال زراعة القرانية الجزئية في العيون وذلك من خلال استضافتنا الدكتور هاني سكلة استشاري جراحة العيون وتصحيح عيوب الإبصار في مستشفى دبي عندنا مداخلة دكتور بس ناخذها من المستمع خالد ألو 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 السلام عليك سلام ورحمة الله وبركاته فضل يا خالد يا هلا الله يسلم بغيت أخبر بكارين الدكتور هاني لأن والدي أنا مسوي له عملية مستشفى دبي فالدكتور باغف صار يعني سوى تغرير ودعت بره بس بعد بره فأسبانيا ما سوى لشيء يعني قالوا لأن الولد الصغير وما بيستحمل أن يبدل للعدسة الحين فليما يكمل يمكن ثلاث عشر سنة أو ثلاث عشر سنة عقوب تيبة مرة ثانية فما عارف كيف الحياة أرد أود أدي مستشفى دبي يواصل العلاج ولا كيف يعني أنا مش مطلع على حالة ابن حياتك بس يعني لو بتزور الطبيب اللي كان شوي متعور بفالفين وفلعش كاني لعملية في عينه خياطه هذا فالعام أنا جبته عندك يا دكتور فأنت قلت لي لازم مم مشكلة خلا بتزورنا في مستشفى مم مشكلة خالد رقمك عند التنسيق الله يخليك بعد البرنامج أختي نور خذي الرقم خلينا شاسمه نتواصل مع خالد خالد شاسم الولد المريض حمدان حمدان خالد حمدان خالد طيب يا سيدي تامر إزاك الله خير يا حمدان الله يسلمك وتستع سلامة حمدان إن شاء الله طيب دكتور خالد نرجع لمحور حديثنا عن زراعة القرانية الآن نعطي المستمع فكرة عامة عن زراعة القرانية يا ترى ما هي زراعة القرانية ما الذي يمكن أن يحدث إذا قرر المريض أن يزرع القرانية وأيضا شو هي النتائج الإيجابية والسلبية لهذه العملية ومن ثم سوف نتطرق للفرق ما بين زراعة القرانية وزراعة القرانية الجزئية في العيون فضل زراعة القرانية هي استبدال القرانية قرانية المريض اللي احنا عكنا عليها بقرانية مأخوذة من شخص آخر في الماضي أو في معظم الأماكن في حوالي يمكن أكتر من 25% من المراكز في العالم أي مرض في القرانية سواء بيصيب الجزء الأمامي في القرانية أو الجزء المتوسط أو الجزء الداخلي للقرانية بيتم استبدال كامل القرانية بقرانية أخرى جديدة دي عملية طبعا كبيرة بتجرى تحت بنج كلي فيها احتمالات الطرد الجسم للقرانية حوالي 15% في أحسن الأحوال ممكن تكون أكتر من كده بمعنى أن كل 100 شخص بيزرع القرانية كلية 15 واحد منهم بيحتاجي عيدها نتيجة أن الجسم اقتراضها بيكون فيها خيوط جراحية عددها 16 خيط جراحي أو قطبة جراحية بتترك لمدة السنة وبعد السنة بيتشال الخيط دوت ويبدأ تأهيل العين بصريا فكل دي كانت عيوب الفترة الطويلة أن الشخص يستعيد بصره أن العملية تجرى تحت بين كله والعين مفتوحة بشكل كامل لها مضاعفات أثناء الجراحة كبيرة وكتيرة وخطيرة أحيانا وحتى ما بعد الجراحة كده وبعد الجراحة المريض ما بيحسش أنه استفاد منها قبل سنة من إجراءها فبالتالي توجهنا في زراعات القرانية نحو استبدال فقط النسيج أو الطبقة المصابة في القرانية الحفاظ على قرانية المريض اللي هي سليمة له ونقلل احتمالات الطارد بالتالي فبتنقسم عمليات زراعة القرانية الجزئية إلى نوعين استبدال الجزء الأمامي والوسط في القرانية لأمراض أشهرهم ثلاث أمراض بالزاد في منطقتنا القرانية المخروطية أول سبب فيهم وده مرض منتشر جدا في الشباب هنا في الإمارات ولو أربع مراحل عند المرحلة الرابعة أو ما بعدها الرابعة بيحتاج المريض زراعة قرانية لكن في المراحل الأولى في علاجات أخرى مش مجالها دلوقتي إن احنا نتكلم فيها فأشهر سبب لزراعة الجزء الأمامي من القرانية هو القرانية المخروطية السبب الثاني هو وجود سحابة أو عتامة أو فقد لشفافية القرانية نتيجة قرحة في القرانية أو إصابة أو خادشة على سطح القرانية أو تراكومة والرمض في الطفولة كل الأمور ديت بيتم استبدال الجزء اللي فيه السحابة والعتامة بجزء آخر سليم على الاحتفاظ بالجزء الداخلي من قرانية المريض السبب الثالث اللي بدأ ينتشر حاليا هو للأسف نوع من أنواع المضاعفات اللي ممكن لتحدث المريض أجرى عملية الليزك وهو ما كانش يجب إجراء له عملية الليزك لأن قرانيته ما تسمحش أو لأن هو عنده استعداد إنه يحصل له قرانية مخروطية فالمريض ده إذا أجري له عملية الليزك بيحدث بروز وضعف ورفع في قرانيته وبتفقد شكلها وقوتها وبيحتاج المريض إلى استبدال قرانيته فدول أيضا بنعمل لهم استبدال الجزء الأمامي في القرانية هي دي أشهر ثلاث أسباب لزراعة الجزء الأمامي من القرانية فالمرضى دول بيستفيدوا من عدة أشياء أولا إن العملية دي لا يتم فتح العين بالكامل زي زراعة القرانية الكلية فممكن يكون إزالة الخيوط في فترة أقصر بدل سنة بتبقى ست شهور المريض اللي بيتزرع له قرانية جزئية بيقدر يشوف بسرعة ممكن من أول يوم بعد العملية عكس الزراعة الكلية اللي ممكن تحتاج لحد سنة لما تتشال الخيوط احتمالات الطرد الجسم للقرانية دي زي ما قلنا أقلب كتير جدا بتقل من 15% لأقل من 5% ومأمونية هذه العملية دكتور يعني مدى المأمونية فيها؟ عالية جدا لأن هي طبعا محتاجة مهارة خاصة وخبرة وفترة تدريب طويلة علشان إتقانها ونحن في مستشفى دبي حاليا عندنا فريق متمرس لإجراء مثل هذه العمليات جميل دكتور من أين تحصلون على هذه القرانية دكتور؟ القرانية دي بنحصل عليها من بنك للعيون في الولايات المتحدة وبتصل إلى مطار دبي وبيروح فريق من المستشفى يجبها من المطار وبتوصل في الوقت المحدد اللي إحنا طلبينها من ما عاد طلب القرانية اللي ما عاد وصولها ما بيزدش عن ثلاثة ايام جميل الحالات اللي ممكن أن تكون مناسبة لإجراء مثل هذه الجراحات شو هي الحالات اللي يجب أن تكون يعني؟ إحنا قلنا الجزء الأمامي في القرانية اللي هم القرانية المخروطية ومضاعفات للليزك وسحابات وعتماد أما زراعة الجزء الداخلي للقرانية فدول أشهر سببين هي حد أجرع عملية مياه بيضاء بتقنية يعني مش متطورة قوي ممكن بتؤدي إلى تلف للطبقة الداخلية من القرانية وبتؤدي إلى حدوث وزمة في القرانية وظهور فقاعات مؤلمة جدا مع ضعف في البصر الشديد فالمرضى دول بنستبدل ليهم الطبقة الداخلية اللي أصيبت أثناء إجراءهم لعملية المياه البيضاء وزرع العدسة وأيضا هناك مرض وراسي بيصيب الطبقة الداخلية من القرانية إذا تم اكتشافه في المريض وجات له مياه بيضاء فبنعمل نفس العملية دي مع سحب الماء البيضاء وزرع العدسة في نفس الوقت استبدال الطبقة الداخلية لأنه عارفين أن قرانيةه الريدي ضعيفة وحتضعف أكتر بعد العملية فبيتم إجراءها في نفس الوقت ودي عملية سريعة وبتم في حوالي عشرين دقيقة وبنحتاج إلى قطبة وخيط جراحي واحد بس بدل ستاشر والمرض بيستعيد بصره في خلال ثلاث أسابيع جميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي القرانية فيها إصابة من عشرين سنة ومثل السواد ما أشوف منها إلا قليل وبعدين أتبع ظني هو نفس المستمع برسالة أخرى يقول العين اليسار فقط ده يعتمد على الإصابة حدست للمريض في سن إيه إذا حدست في سن بعد السبع سنوات والمشكلة فقط في قرانيته فمن الممكن مع عملية زراعة القرانية أنه هو يستعيد بصره أما لو حصل أن الإصابة دي حصلت قبل سن سبع سنوات سبع سنوات ثلاث سنوات أو أربع سنوات فممكن تكون الإصابة دي قدت إلى حدوث ما يسمى بكسل في العين أو كسل وظيفي يعني حتى لو تم استبدال قرانيته هنلاقي إن الشوف ما بيتحسنش لأن أصبحت المشكلة مش في العين لكن المشكلة في مركز الإبصار اللي في المخ هو اللي أصبح غير قادر على استقبال الصورة من العين أوكي دكتور يعني من بين الأشياء اللي نحن نتحدث فيها بعض السلوكيات والممارسات اللي نحن نمارسها في حياتنا اليومية قد تكون مضرة بالعين من خلال خبراتك دكتور في أغلب المرضى اللي شفيتم في دولة الإمارات وفي إمارة دبي واللي مروا عليكم في مستشفى دبي حقيقة شو هي أكثر وأبرز الأمراض والسلوكيات التي تردكم وما هي أهم النصائح اللي تبغي توجهها للمستمعين للوقاية حقيقة مثل هذه الأمراض أنا أشكر حياتك جدا على السؤال ده وده يكاد يكون يعني هو صلب وهدف البرنامج وهو توعية الجمهور والمستمعين في حاجتين مهمين جدا 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 قد يبدو للناس أنهم ليس لهم عواقب لكن عواقبهم جسيمة وخطيرة أول الحاجتين دول هي أن الشخص يحس أنه عايز يحك في عيونه أو يفرق في عيونه أو يعني يضغط على عيونه وكده بيحس بارتياح الموضوع ده مع أنه قد يبدو طبعا أسبابه قد تكون حساسية في العين أو قد تكون عادة فقد يبدو للشخص أنه هو غير مؤذي لكن فرق العين أو الحكة في العين باليد أو بالأصبع بتؤدي إلى إفراز إنزيم معين بيرفع قرانية العين وبيخليها تضعف بشكل كبير جدا وبيفقد المريض بصره دي أول حاجة يجب الشخص أن يتجنبها ثاني حاجة بأخذها بعد هذه المداخلة دكتور من لخة رجاء ألو 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 مداخلة ألو هلا يا هلا تفضل سرع معيكم يا هلا تفضل شيف الحال شاهد تفضل يا سيدي معاكم فهد الغريب فهد شيف حالك تفضل يا سيدي الله يتله تختصر لي فهد لأنه عندي الوقت قاعد يركض بسرعة سامحني عادة لا لا ما في مشكلة طبعا دكتور أول شي صباح الخير صباح النوري هلا والشغلة الثانية دكتور نحن خذنا تجربة اللي هي تجربة الوالدة كان فيها الماء البيضة طبعا في الفترة الأخيرة قبل العملية حاسينا النظارها قام يضعف أكثر والماء يعني قام يأثر على العين طبعا أنا عيادات الدولة هني محترامي لكل متشفية العيادات أي عيادة وديها يقولوني اسحب الماء يعني اسحبون الماء البيضة طبعا حسب علمي أنا لأنني أنا شخص منطل يعني بسخصوصا هي الوالدة فكثر ما قريت أنا من اللي أنا قريت من الغلط أنه يتمسح بالماء لأنه صح بيعتذل النظار لكن بعد فترة يعتمي الشخص ما يشوف فأنا عن نفسي خدت الوالدة وسافرت لها في الدولة من الدول الأسيوية ويعني كانت نظارتها جدا مضغوطة يعني كانت تشوفها في صعوبة يعني بسخل النظار ما تشوف جدامها واحد فعقب ما سويناها العملية في العينتين دمين ومدة العملية في كل عين دكتور والوالدة الله يحفظها طولة بعمرها في هذا الضغط في كل عين طب ما هما حياتك ورده في الدولة الأسيوية اللي عملوه هو سحب المية البيضة وزرع العدسة هو ده اللي عرض على سعادتك وحضرتك في المستشف والله أنا سألت الدكتور طبعا لما رحنا عند الدكتور هذا ما رحنا ناس قالونا لا عن طريق القنصلية شفنا أفضل دكتور في الدولة هذه وصارنا على ما يتم سحب مية البيضة حياتك في العالم كله تبديل العدسة ده هو نفسه سحب المية البيضة لأن كلمة سحب المية البيضة وزرعة العدسة المرض اسمه المية البيضة يعني العدسة اللي داخل العين تحول لونها من الشفاف إلى الأبيض لازم تسحب هذه المياه البيضاء أو تتعمل إجراء عملية المياه البيضاء وفي نفس الوقت تزرع عدسة داخل العين اللي عند حياتك يمكن فيه دكتور جدام العملية يسوونها دخلوا لعمليات الفيديو شغال جدامنا ما تمسح وتجرد ما اتفتح هذا هو ده حضرتك سحب المية البيضة ومع زرعة العدسة يعني دي شيء عليه إجماع دولي عالمي علاج المياه البيضاء هو سحب المياه البيضاء وإن شاء الله بحاول أوصلك مع الدكتور بعد البرنامج طيب شكرا لك فهد آآ ناخذ المكالمات الجاي وباختصار الله يخليكم من معانا أدوه السلام عليكم يا هلا اختصر لي قدر الامكان الله يخفر إن شاء الله أتكم العافية وشكرا عن البرنامج شكرا السفسار صغير عندي القرانية من 10 تشهر أكاد ضرب عليها بأطفر أحد الشباب آآ وما زارت للحين آآ الصبح بالذاتي ما فتح عيني أحس كأنه فيه مصمر داخل عيني واضح بعد الدكاتة خبروني خلال 6 شهر بتتحسن إن شاء الله تعالى ما زارت الألام موجودة آآ بالذات الصبح شكرا شكرا لك في بعد مكالمة ولا خلاصنا طيب آآ بالنسبة للإصابة اللي في العين بأي آآ جزء آآ حاد سواء أصفر اليد أو ورعة آآ بتؤدي إلى إصابة في الطبقة الداخلية آآ مش الداخلية يعني الطبقة الأساسية اللي بتستبدل فوقيها آآ الخلايا السطحية للقرانية فبالتالي الخلايا اللي دائمة الإحلال والاستبدال في سطح القرانية ما بيلاقيش الأساس اللي يمسك فيه فمع الصباح لما المريض بيقوم الصبح من النوم ويفتع عينه بتقع الخلايا ديت وبتجيب زي القرحة صغيرة جدا بتبقى مؤلمة وبتشكي زي الدبوس والعين بتدمع والجفن بيورم وبعد تلت ساعة بتختفي الأعراض دي لما تتكون طبقة جديدة لو ما استفدش المريض من مراهم يحطها بالليل قبل النوم مع أطرد معصنعية أثناء النهار مع فيتامين ألف في عمليتين بيتعملوا أول واحدة بنعمل تخشين للطبقة الأساسية اللي بترتبط بيها الخلايا السطحية وإذا دي من فيتش بيتعملوا ليزر سطحي أيضا لتخشين الأساس للخلايا السطحي جميل السلام عليكم لو الشخص غير مواطن ويريد يراجع قسم العيون في المستشفى دبي لإجراء عملية القرانية فل هذا ممكن أنا بجاوب هذا السؤال دكتور حقيقة سوف يكون ممكن في القادم أو العاجل من الأيام القادمة إن شاء الله بحكم أن مستشفيات هيئة الصحة سوف تستقطب جميع البطاقات التأمينية الخاصة بجميع المقيمين والذين يتوافدون على إمارة دبي فإن شاء الله مع نهاية 2016 بتكون كل المستشفيات والمرافقة الصحية الخاصة بهيئة الصحة بدبي تستقطب جميع اللي يحمل بطاقة تأمينية شو ما كانت هذه البطاقة التأمينية فإن شاء الله يارب تكون ضمن الباقات اللي متواجدة في تغطيتك التأمينية أيضا دكتور يعني في مسج شوي خارج الموضوع عندنا من مستمعنا الدام وعبد الله يقول محتويات التوعية التي تذيعونها مفيدة جدا لما بها من معلومات وعاوية مفيدة لكني أعتقد أن الجهة التي قامت بإنتاجها لم توفق باختيار الأصوات والأسلوب القاية للمعلومات ألا توفقني أخي محمود أن نبرة وجمالية الصوت وحسنة اللي قالها تأثير إيجابي قوي على المستمع إجازة سعيدة للجميع أوافق الرأي تماما في هذا الموضوع لكن هذه المحتويات أخي عبد الله هي أصلا مادة تلفزيونية فنحن ارتقينا أن نضيفها كذلك للبرنامج الإذاعي في عندنا مداخلة؟ طيب على السريع لأن الدكتور بعد ما كمل حديثا في موضوع التوعية ألو السلام عليكم يا هلا أخت صريري عندي الله يوفتك ثلاث دقائق إن شاء الله إن شاء الله دكتور اليوم أنا صغيرة يعني أحك في عيني في أوقات معينة يوم يتغير الجو وهوى رياح يعني أو يعني من الحر للبر فعني حكا غير طبيعية الحين أنا قريب الخمسين فعني عندي الجفون حسب تتقطع مكسر مع حكا فصرت العيادة عيادة العيادة العيون عطوني هذا المرتب الدبر المرتبة وعطوني دوا حق العيون يعني عادي بس يروح مني ويرد يعني حتى اليوم بسوي مكياج او شي يعني ما اقدر حك قعد حك حك لان ما يسير كل اللي في عيني. واضح واضح. مشكورة مشكورة. دكتور نجاوب اجابة المستمع ان شاء الله ونطلع على الكلمة الاخيرة تبغي توجه المستمعين. تفضل دكتور. بالنسبة للاخت المستمعين ذكرت موضوع الحكة اللي احنا ذكرناها. بالضبط اللي كانت نتكلم عنها في نصيحها الولى. هي تقنبوها. حابب اقولها ان احيانا موضوع الحكة ده بيكون شيء مزمن. وعشان كده هو شيء خطر. لانه ما بيختفيش في فترة سيارة او ما بيختفيش وما بيرجعش. هو ممكن يروح ويرد. فبالتالي هي مطلوب من انها طبعا تستشير طبيبها وتتعرف على الاسباب اللي بيجيب لها الحكة. هي تعرفت على مثلا الغبار او بعض انواع المكياج. فيجب عليها انها تتجنب مبدئيا السبب اللي بيتسبب لها في هذه الحكة. والطبيب بتاعها حيقول لها على اللي ممكن تاخده اذا كان اطرى للحساسية او اذا كان اطرى الدموع صناعية. وقت ما بتكون عندها الحكة دي. بحيس يقلل لها الاعراض المزعجة. وتتجنب الحكة. طبعا وتلبس نظرات شمسية في الشمس. جميل. جميل دكتور كلمة اخيرة تبغي توجهها للمستمعين. بالنسبة لل يعني المستمعين احب اوجه لهم دايما كلمة اللي هي الوقاية خيرهم من العلاج. وان هما يكون عندهم ثقة في اطباقهم. ما يتأخروش في العلاج لان كل ما كان العلاج مبكر بتكون نتيجه احسن. وبيكون العلاج اسهل. وبالتالي بيكون المريض وطبيبه هما الاثنين مرتاحين. جميل. دكتور انا بعد ايضا عندي تعقيب على مكالمة الاخ فهد في عملية ان اخذ الوالدة الى خارج الدولة. وتعالجت هناك وقالوا يعني على حسب البروتوكولات اللي اللي طرحوها هناك له انه ما تم عملية السحب الماء البيضة او كذا. عموما انا انا فقط تعقيبي بسيطة اجماعة الخير ان اللهم لك الحمد نحن في دولة الامارات تتواجد عندنا يعني واحدة من افضل المنظومات الصحية في العالم من ناحية الاجهزة من ناحية الكوادر الطبية اللي متواجدة. وايضا التنوع اذا التنوع الكبير في تلقي هذه الخدمة فتقدر تحصل على اكثر من استشارة في هذا المجال. فنحن نتمنى لكم ان شاء الله اجازة نهاية اسبوع سعيدة. شاكرين لضيفنا في السودة الدكتور هاني سكل استشاري جراحة العيون وتصحيح عيوب الابصار في مستشفى دبي على تواجدك معنا في هذه الحلقة وان شاء الله تكون معنا في حلقات قادمة ان شاء الله. يعني التواصل مع اسئلة المستمعين وطبعا عيسى بما ان اليوم حلقت العيون ففتح لعيونه قال يخلص. قلتنا ان شاء الله. فنتمنى لكم نهاية اجازة نهاية اسبوع جميلة. هذه تحياتي محددتكم حمود يوسف العري وفي الاخراج كان معنا في السادة عيسى سبيل وفي التنسيق اللي اخت نور نزال. وحتى نلقاكم ان شاء الله مطلع الاسبوع القادم نقول لكم دمتم بصحة وسعادة.